بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله حاول خلال هذه الحصة إكمال ما بدأناه بالنسبة للإنرجي ترانسفير باي وورك بداية أود الإجابة عن السؤال على الوحدة الأساسية الاسمال كيو بما أنها تساوي هيت على الماس، فرح تساوي وحدتها الأساسية جول بير كيلوغرام نكمل في هذا الشابتر ورح ندرس الحين أو نعطي لمحات أخرى على الهيت The net rate of heat transfer كلمة the net rate هذا يعني أنه إيش زي ما شفناها في الورك يعني أنه تدفق أو انتقال الحرارة في مدة زمنية معينة قلنا دائماً the net rate رح نرمز إليها هنا إيش بحرف أو النقطة دائماً فوق الشيء النبع فتصبح كيو دوت تساوي variation of heat على الزمن أيضاً عندي هنا كيو دوت of x small هنا فرح تسمى heat transfer rate per unit of system surface area هذا الكل is called the heat flux ويمكن اعتباره باستعمال المعادلة الموجودة تحت اللي هو the net rate heat of transfer تساوي التكامل أو التكاملين بما أنه هنا عندي area كيو دوت أو heat flux dA زي ما قلنا الآن هنا represent the area of the boundary of the system يعني هي المساحة الخارجية للنظام وthe unit of q زي ما قلنا بما أنها هي جول كيو دوت is in watt بما أنها هنا تعريفها الهيت على الزمن وsmall q دوت أو ما يعبر عنه بهيت flux is watt per meter square بالنسبة لكيفية انتقال الحرارة أو modes of heat transfer في عندي three heads three modes الأول هو conduction الثاني convection والثالث هو radiation نبدأ بتعريف الconduction the transfer of energy for the more energetic particle of substance to adjacent particles that are less energetic due to interactions between particles فقط هنا يمكن تلخيص الconduction يتم عن طريق انتقال الحرارة عن طريق ملمسة solid لsolid أو مادة صلبة لمادة صلبة زي ما شوفوا هنا الحرارة تنتقل من الوعاء إلى مقبض اليد لهذا الوعاء أو من مقبض اليد إلى يد الإنسان فتعتبر هنا conduction التعريف الثاني اللي هو convection أو modes الثاني يتم عن طريق انتقال الحرارة من ملامسة solid أو ماء لماء أو solid لماء فمثلا هنا energy transfer حسب التعريف energy transfer between solid زي ما قلنا الحين وadjacent moving gas or liquid يعني لما يكون عندي solid مع solid تسمى conduction لما يكون عندي solid مع fluid يعني gas or liquid تسمى أي شباب طبيعي جدا تسمى هنا convection المود الثالث اللي هو radiation وهذا ينتقل عن طريق ايش؟ عن طريق electromagnetic waves يعني موجات كهرومغناطيسية فلا يتطلب لا يتطلب تلامس مباشر بين الجسمين ويمكن أفضل شيء بالنسبة للradation هو انتقال حرارة الشمس إلى الكرة الأرضية هنا نكون خلصت المحاضرة هذه فقط نبغى منكم هل فيه إمكانية أنك تحصل في النت ال conduction والconvection والradation هل فيه معادلات يمكن استعمالها لهذا الأمر فقط للتنويه سوف يتم دراسة هذا الأمر في المستوى الثامن في مقرر هد الترانسفير إن شاء الله